بقلنا فترة مش قصيرة كل ما بندخل على الجروبز الخاصة بالبنات والستات على السوشيال ميديا منلاقي حالة من الهوس عند الستات بصور الفنانين ودائما بيكون فيه سؤال شاغل بالهم جدا السؤال ده هو هل دي عملية تجميل حديثة ومتطورة جدا ولا ده فلتر المشكلة انك بتلاقي ردودة في الكومنس مختلفة وكل واحد برأ مختلف بس في الوقت نفسه احنا شفنا كثير من الفنانين مؤخرا عملوا عمليات تجميل غيرت شكلهم تماما ونقدر نقول انها تقريبا صغاريتهم حوالي 30 سنة لو مش اكتر عشان كده احنا قررنا ان احنا نحاول نجاوب على كثير من الاسئلة اللي شغلة بال الناس حوالين القصة دي ومنها مثلا هل التحول الكبير في الشكل ده بيكون ليه اي اثار جانبية ولا لا ومش بس كده ده فيه سؤال اهم بكتير وهو هل كل الصور اللي بنشوفها للفنانين مؤخرا واللي شغلة الناس على السوشال ميديا دي نتيجة عمليات تجميل ولا ده بيكون فلتر وجرافك وعشان نعرف الاجابة على الاسئلة دي وغيرها هيكون معانا على زوم الدكتور جورج الزهر استشاري جراحة التجميل جامعة كوين ماري لندن وزميل جامعية الجراحين الامريكية ازايك يا دكتور؟ ازايك ايه؟ عامل ايه؟ لو تمام تمام دايما بابا سعيد لما بابا معاك وانا والله جدا دكتور في البداية كده كنا عايزين نعرف من حضرتك هل كل الصور اللي بنشوفها دي عمليات تجميل ولا ده فلتر عشان احنا مش عارفين انه ماجز بصي طبعا يعني الواحد دلوقتي بيشوف على السوشال ميديا صور كتير لفنانين وسليبرتيز وبلوجرز بيبقى شكلهم مختلفة عن الحقيقة طبعا الفيلترز اللي موجودة على السوشال ميديا دي ليها دور طبعا كل واحد بقى فيها اوبشنز ان كل واحد يقدر يشوف نفسه بالطريقة اللي هو حبيبها طبعا إنما طبعا بيبقى في صور تانية لبروسيديرز او يعني عمليات تجميل ناس عملوها في منها اللي بيبقى يعني الظاهر جدا وبين جدا وفي منها اللي بيبقى اللي بيحافظ على الناتشل لوق بتاعهم يعني بس يا دكتور انت لما يعني بتشوف صورة بتقدر انت كدكتور تميز هل ده فلتر ولا ده عمليات او ده حقد اه طبعا طبعا واحنا ما يرفعش تقول لنا اي تب نعرف كده ايه الفرق لا طبعا لان انا ببقى شايف قبل وبعد فبقدر طبعا افرق انه اذا كان ده فلتر ولا ده يعني اجا اتعاملت وخليني اكلم معاكي باستفادة هنا العالم كله دلوقتي في جراحات التجميل متاجه للناتشل لوك او نحافظ على شكلنا الطبيعي مش عيب خالص انه الشخص يقوم باقراء عملية تجميل سواء يعني عملية جراحية فعلا او سواء نان انفيزيف او بدون تدخل جراحي زي البوتوكس والفيلرز وكده مش عيب لانه ده انا دايما بقول في مداخلاتي انه ده جزء من المنتنس او الصيانة الدورية اللي لازم الواحد يعملها النفسه انما الحفاظ على ناتشل لوك هو ده اللي بيبقى الهدف من الموضوع اننا زي ما انا دايما بقول ما نعانيتش الانسجة فيه الاستيستي معينة لوشنا والجلدينة مش هيقدر الجلد انه هو يستحملها اكتر من حاجة معينة فدلوقتي ما بقيناش مثلا في الفيلرز مثلا ان احنا الهدف من الفيلرز ان احنا نملى زي الاول او ندي فوليوم للوش الهدف دلوقتي ان احنا نشوف الوشنا في غرف دهنية غرف الدهنية دي لما الدهون بتقل فيها او بتنقص فيها بيحصل التهدل في الوجرة فالفيلر دلوقتي بقينا بنستعين به زي ما قلتلك مش عشان نملأ علشان الغرف الدهنية دي نستعود به الدهون اللي اللي حصل لها تلاشي ونقدر ان احنا نوصل ليفتنج به مش فيلنج نقدر يعني نشده الفوق بالزبط نقدر نشد الوجه به لان مثلا يا دكتر خلينا نشرح بس للمشاهدين هو بعد سن معين الوش بيسقط صح كده مزبوط فالفيلر ده مش عشان يملأ الخدود زي ما احنا كنا دايما بنسمع الفيلر ده عشان يشد الوجه يرجعه فوقتين صح بحق مزبوط بحق نبطريقة معينة في لفل معين في الجلد علشان نعوض الغرف الدهنية اللي انا قلتلك علي هذه فنقم ساحبين الوش كله بدل ما نملاك اوكي طيب يا دكتر هو دلوقتي بقى طبيعي ان احنا نشوف عمليات تجميل بتصغل انسان تلاتين سنة ولا ده بيبقى ايه يا دكتر احنا بنشوف حاجات متقدمة جدا قولينا على الموضوع ده طبعا عمليات تجميل دلوقتي انت عملت قولي والطبيعي وكده مهم برضو مش طبيعي ان احنا نبقى شايفين حد سنه كبير شوية وفجأة نلاقيه شكله صغير جدا فا ايه عملي مشاكل لنفسك يا ريهام لا لا انا بجد عايز اعرف يعني هل هل ممكن عمليات التجميل تخلي الشكل يصغر سنين كتيرة جدا من العمر الحقيقي؟ عمليات التجميل احنا تقصد دي عمليات تجميل الوجه اه عمليات تجميل الوجه بقى فيها تقدم كبير جدا مش بس ان احنا نقدر نشد الجلد والانسجة اللي تحت الجلد لانه الوجه بيتهدل نتيجة انه النسيج اللي تحت الجلد بالشيرز او الانسجة اللي ما بين الجلد والعضلات حصل لها تهدل بقينا بنقدر ان احنا نشد الانسجة دي ونقويها مش بس كده بقينا نقدر كمان نحط اجزاء عظمية بحيث ان احنا نقدر نعمل البروتروجين اللي بقى يبقى موجود في الفك فطبعا لا بقى فيه تطور كبير جدا في عمليات شد الوجه والرقبة من ما يعني من ما ادى للنتائج العظيمة اللي انت بتشوفيها دلوقتي ده حاجة بصراحة ممبيرة حاجة ممبيرة نتائج عظيمة في بعض الحالات اوكي طيب هل بيكون فيه اثار جانبية لما العمليات دي بتتعمل برافو عليك سؤال مهم جدا لانه اي حقيقة فيه الاستيستي موجودة للجلد لما الاستيستي بتاعت الجلد دي يعني ايه دكتور ممكن تسرحلي بالعربي بس معلش؟ طبعا القوة المططية للجلد بتقف عند حد معين لو حصل انه زي زي حتة القماشة لو فرتيها بشكل قوي جدا هتمزق منك هتقطع منك بالضبط ده بيبان بعد بعد العملية بفترة بتلاقي انه اذا الست دي او الفنانة دي احنا شفناها من ثلاث شهور كان الوضع احسن من كده ايه اللي حصل هو كل اللي حصل ان فيه خلايا اسمها الاستين سيلز الخلايا المطاطية في الوش خلايا المطاطية في الوش دي لما بيحصل شد زيادة عن الحد اللي ما بيعرفوش يتكلموا مثلا صح؟ بالضبط بتتعثر جدا الخلايا المطاطية او تهدل اكتر من قبل العملية كمان طب يا دكتور هي العملية دي بتتعامل يعني مثلا كل عشر عشرين سنة ولا هي الواحد بيعملها مرة واحدة وبيفضل بيع العمر كله ويفضل شكله حلوة كده وصغير يعني انا بشوف انه عمليات شد الوش بالذات كل ما اتأخر قرارها وهيكون طبعا افضل ولذلك انا دايما بقول انه المنتيننس اللي بتعملي الوشك سواء سكين كير او بوتوكس او فيلرز او المنتيننس ده كله ان انا اخد بالي انه انا بفرس كيميت كوليشن كويسة فبستعمل فيتامينس كويسة ان انا بغزي الالستين سيلز اللي انا اتكلمنا عليها او الخلايا المطاطية في وشينا بطريقة كويسة من بدري هياخر قرارات قوية كثيرة زي عمليات شد الوش طب دكتور جورج الست المفروض تبتدي تعمل الحاجات دي على سن كام انا عارف ان في العمليات التجميل يعني مش البوتوكس والفيلر احنا قبل كده سألنا عن الحاجات دي واترد علينا وتقالينا انه لما بتحس ان انت محتاجة على حسب كل واحد وسن بزبط لكن عمليات التجميل زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة النهارده الشد الرقبة شد الوش الحاجات دي المفروض تبتدي ستة تعملها من سن كام لو هي عايزة طبعا ارهام هي بتفرق من حد الحد هي ملهاش من قياس يعني ممكن تلاقي بنت صغيرة وجلتها متهدل اكتر بكتير من سيدة يعني كبيرة في السن هي زي ما قلتلك هي خلايا اي بس يا دكتور مسلا اكيد مش هنعمل مسلا شد وجه الواحدة عندها عشرين سنة صح؟ لا طبعا ميش نقول بداياتا من سن كامل؟ لا طبعا بداياتا من اواخر الاربعينات ممكن الاواء الخمسينات ممكن نكونسيدر الفيسليف طبعا يعني يا رب ما يحتاجوش يا دكتور المجالة بتاعت الكلاينت بتبقى اواخر الاربعينات اواء الخمسينات اوكي ان شاء الله محدش يحتاجو يا رب كده ونبقى حلوين على طول من غير ولا يا حاجة بشكرك جدا يا دكتور جورج على مدخلتك معايا النهارده في نهاية الفقرة عايزة بس اقول حاجة مهمة قوي انه الكلام عن عمليات التجميل مش بيخلص ابدا وتقريبا هو الترند المستمر معنا دايما خصوصا بين الستات عشان كده بجد مش لازم نشغل بالنا بيه كتير لانه في الاول الموضوع بيبدأ بينك بتبقي مستغربة بعدين بيجي فضول انك تعرفي اكتر وبعدين حيتحول لهوس والهوس ده ممكن يكون ليه اثار نفسية مش كويسة عليكي ابدا وبكده تكون خلصة فاكرت سكوب